السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 14 من الفصل الرابع هنتحدث عن السولد سوليوشن وهنعرف يعني السولد سوليوشن هنعرفه بعد كدن نعرف الأنواع المختلفة منه سواء كان سبيستيوشنال أو انترستيشيل سولد سوليوشن سولد سوليوشن تعريف السولد سوليوشن سولد سوليوشن when two metals are mixed together they form an alloy of if one metal is soluble in the other one is solid state therefore an alloy is a solid solution of two or more metals يعني يعني السولد سوليوشن بيحصل لما يكون في اتنين متل بيحصل لهم mixing مع بعض واحد منهم بيدوف في التاني في الحالة الصلبة فعشان كده احنا بنقول ان السولد سوليوشن بيحصل في الالوي بين اتنين او اكتر من متلز لما واحد يدوف في التاني طيب 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 أوف سوليوشن أنواع سوليوشن عندي نوعين إما سوليوشن سوليوشن أو انترستيشيال سوليوشن طيب تعالنا نشوف مع بعض اي انواع يعني اي تعرفتها نمرة واحد سوليوشن سوليوشن معناه السوليوشن سوليوشن تويوشن بيحصل أوليوشن بيحصل الزرقة اللي هيه solvents لا ده هنا حلت محلها طيب طبعما حلت محلها يبدأ ده أصبح إيه أصبح substitutional وممكن زي ما نقول ممكن يكون random substitutional أو order substitutional زي ما ذكرنا في الإجزامبل ده طب بالإنترستيشال عبارة عن إيه قال لك الإنترستيشال أتم إيكو باي زي إنترستيشال بوزيشن زي الصلب أو زي الكربون مع الصلب زي ما نشوف هنا في الإنترستيشال أبصوا هنا أن الزرة الجديدة بتاعت السوليوت ما احتلتش مكان زرة السولفن ده هنا حرلة محل فراغ بين الزرات عشان كده هي كانت إنترستيشال